اشتركوا في القناة شكل مستقبلك المناصير للزيوت والمحروقات شركة بستامي وصاحب وكلاء نيسان وإنفينيتي في الأردن كريم هايبر ماركت المهنية للاستثمارات العقارية والسعودي وشركاه للتطوير العقاري متابعينا الكرام في الأردن أصعد الله وأوقاتكم بكل الخير إليكم نشرة الأحوال الجوية الرئيسية لهذا اليوم نبدأها هذه المرة بآخر صور الأقمار الاصطناعية التي أشارت إلى تكاثف كميات من السحب والغيوم التي جزء منها كان من النوع الركامي في المناطق الجنوبية والشرقية المملكة عملت على خطور زخات خفيفة محلية من الأمطار في المنطقة الشرقية من المملكة طبعا تأثرت المملكة نهار هذا اليوم بامتداد لما يسمى بمنخفض البحر الأحمر الذي جلب معه ارتفاعا لافتا على درجات الحارة نشاطا في سرعة الرياح الجنوبية الشرقية وتكاثفا لبعض السحب الركامية في المناطق الجنوبية والشرقية هذه الفرصة للسحب الركامية تبقى مستمرة معنا خلال ساعات السبت على الأحد وهناك فرصة لانتشهد بعض المناطق زخات عشوائية لكنها خفيفة من الأمطار في هذه المناطق لكن يوم غدا الأحد يتوقع أن يتقدم هناك من الأراضي المصرية منخفض جوي خماسيني يؤثر على المملكة الأمر يؤدي إلى أن تسود مملكة غدا الأحوال الجوية الخماسينية متمثلة بالأجواء الحارة نسبيا والجافة والمغبرة في مختلف ومعظم مراتق المملكة لكن يوم الثاني يتحرك هذا منخفض الجوي الخماسيني نحو العراق ويتتأثر المنطقة الشرقية عموما للبحر الأبد المتوسط وتقدم لمرتفع جوي تقدم هذا المرتفع الجوي سيكون تثيره معاكسا بالعادة المرتفعات الجوية تتسبب بارتفاع في درجات الحرارة لكن هذه المرة هذا المرتفع الجوي سيكون مرفق بكتلة هوائية معتدرة الحرارة تعمل على عودة درجات الحرارة إلى المستويات الطبيعية لهذا الوقت من العام وباليومي التقس حتى في ساعات الليلة إثنين أو ثلاثين إلى البرودة بعدما عاشت المملكة فترة طويلة من درجات الحرارة التي كانت فوق المعدلات يمكننا أن نشاهد هذه الكتلة الهوائية عبر تحركات الكتلة الهوائية والنمذج الحاسوبية فهذا اليوم كما نرحل هذه الألوان تنوم على امتداد الهواء الساخن القادم من الجزيرة العربية مع تأثيرات منخفض البحر الأحمر درجات حرارة يوم فاقة 30 درجة جمعية في العديد من المناطق غدا الأحد تبقى المملكة ضمن ذات تأثير الكتلة الهوائية الحرارة المرافقة أيضا لاستمرار تقدم منخفض جوي خماسيني لكن سنلاحظ يوم الاثنين هذا لون الأصفر كما نلاحظه إذن هذا يوم الأحد هذا يوم الاثنين هذا لون الأصفر بل والأخضر ينوم على وجود كتلة هوائية معتدرة الحرارة وذات درجات حرارة حول المعدلات يتوقع أن تدخل إلى داخل المنطقة الشرقية لبحر الأمدى متوسط وتؤثر عليها وعلى المملكة بطبيعة الحال أيام الاثنين والثلاثاء بمشيئة الله تعالى إذن توقعات الأحوال الجوية هذه الليلة في العاصمة عمان تكون الأجواء بوجه عام مستقرة دافئة أدفع من المعتاد في ساعات السحور تكون درجة حرارة 17 درجة مائوية الأجواء تكون عبارة عن غيوم متفرقة هناك فرصة ضعيفة لزخات خفيفة جدا من الأمطار لكن من أراد السحور في شرفات المنزل أو في الخارج فالتقص هذه الليلة ممتاز بعكس ما سيكون عليه في منتصف هذا الأسبوع غدا نهارا الأجواء تكون إجمالا حارة نسبيا وجافة مخبرقة كما ذكرنا الأحوال جوية خماسينية تسيطر على المملكة في ساعات النهار ولكن مع ساعات الإفطار تكون درجة حرارة في العاصمة عمان 30 درجة مائوية يعني نستطيع القلب أن السحور في شرفات المنازل وفي الخارج يعني جيد قد البعض يعني يكون هناك موضوع الغبار مزعج بالنسبة لها وبالتالي يجب الانتباه لكن أجواء غدا تكون أيضا صافية توقعات الأحوال الجوية خيال ثلاثة أيام القادمة ستكون على النحو الثالث يوم ألاحظ 30 درجة مائوية في ساعات النهار والصغرى 21 درجة مائوية يوم الأثنين تنخفت الحرارة من 30 إلى 22 درجة مائوية في ساعات النهار الأجواء تكون يوم الأثنين عبارة عن رياح قوية في أغلب المناطق وغبار متوقع كثيف في المنطقة الشرقية لكن درجات حرارة ستكون منعشة للغاية يوم الأثنين ليلة نطهب درجة حرارة 11 درجة مائوية في ساعات الليل وبالتالي يمين التقس حتى في ساعات الليلة يعود التقس الذي يمين للبرود بعض الشيء قد لا يكون مناسب الجلوس في الخارج مثلا ليلة الأثنين على الثلاثاء يوم الثلاثاء 23 درجة مائوية درجة حرارة الأجواء الرابعية لطيفة يعني نستطيع القولة عندما تكون درجة حرارة 22 و23 درجة مائوية فهذه الأجواء هي الأجواء الرابعية المعتادة لمثل هذا الوقت من العام وفي ساعات الليلة 13 درجة مائوية طبعا يمكنكم أن تعرف على المزيد على التقس هذا الأسبوع من خلال النشرة الجوية الأسبوعية الآن دعونا نتعرف على درجات حرارة العظم وتوقع يوم الأحد والصغرى ليلة الأحد على الاثنين في مدن ومحافظات المملكة سنبدأها في الشمال إربد 30 إلى 21 درجة مائوية في عجون 29 إلى 21 في جرش 32 إلى 23 وفي المفرق من 32 إلى 20 درجة مائوية في نشاط على سرعة الرياح في المنطقة الشرقية والأمر الذي يثير الأتربة والريمان في العاصمة 30 إلى 21 في مادمة من 30 إلى 21 في البحرميت من 34 إلى 28 وفي الصلط من 30 إلى 21 وفي أزرقاء من 32 إلى 23 درجة مائوية والأجواء أيضا مغبرة بعض الشيء في الكارك 29 إلى 22 في الطفيلة 28 إلى 22 مع نشاط في سرعة الرياح والأجواء مغبرة بعض الشيء 31 إلى 20 في معان في جبال أشرا من 28 إلى 19 أما في خلاج العقبة فترتفع العظم إلى 32 تقريبا درجة مائوية في ساعة النهار والصغرى ليلة 25 درجة مائوية في المناطق الشرقية تكون 37 إلى 21 درجة مائوية هناك فرصة لأن تحظى المنطقة الشرقية باحتمالية لزبعض الزخات المحلية والرعدية الأمطار في تلك المناطق في الصفاوي من 35 إلى 19 مع أجواء مغبرة ورياح نشطة وفي الأزرق من 36 درجة مائوية في ساعة النهار وغدا 20 درجة مائوية ليلة الأحدى إلى 2 درجة حارة الصغرى ونشاط في سرعة الرياح وأجواء مغبرة بمشيئة الله تعالى هذا كان كل ما لدينا بشأن الأحوال الجوية في المملكة دمتم دائما بخير إلى اللقاء بنك الاتحاد شكل مستقبلك المناصير للزيوت والمحروقات شركة بستامي وصاحب وكلاء نيسان وإنفينيتي في الأردن ليدرز سنتر كريم هايبر ماركت المهنية للاستثمارات العقارية والسعودي وشركاه للتطوير العقاري اشتركوا في القناة